عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لمتابعة واستراد عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكانة حيث طلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما تبع رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وموقف المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة التي سيتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها لمواطني المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة حيث وجه مدبولي بأهمية الإسراء في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل